كيف نختار التوب البرد المناسب لها حسب الاحتياجات وحسب البيجيات هذا هو الموضوع الذي اختاروا أغلب الأصدقاء في ستوريا اللي فاتت اليوم سوف نضح لكم بعض الأمور على الأتواب البرد سوف نتضرب الكثير على الغياب هذا يجعل الظروف صحية إذن نبدأ على بركة الله بالنسبة للأتواب الشتاء كان الأصناف مهمة ورائسيا هم الذين ستكلمون عنهم الصنف الأول ستكلمون عن الناس الذين يحتاجون وصفروا عندهم من المشي بالليل يوجد تلج في المدينة يوجد تلج يوجد شدة البرد قاسية كثيرا يوجد صحوم بجلبة الوزنية أو الملقبة بجلبة قاهرة البرد لماذا؟ لأن هذه صوف طبيعية يغزلها العيالات ويتم نسيجها من طرف الدرز إذن نزل نوع الثاني للتوب مليفة كاشمير هو رائع جدا دافئ في 70% الصوف ووزنه خفيف وملمسه الرطب ويوجد نازل يعني التوب نازل يأتي ممتاز في المنظر صالح للناس الذين يخرجون في الصباح للفجار أو يمشون العمل أو يمكنهم يلبسون في الجمعة أو المناسبة كذلك يعني لا يفرض عليك التوب شيء معين صراحة توب ممتاز ينصحوا به الناس إذن النوع الثالث الذي ينصحوا به الناس هو المليفة قطن يعني مليفة مغربية عند الفروع هذه الشركة المليفة موجودة في المغرب فيها جودة عالية لا تتحبب لا يتغيروش الألوان ويأتي التوب نازل ممتاز يعني فيه منظر ممتاز مصنوع من القطن النوع الرابع الذي موجود في الصباح هو التوب المليفة مياه في المياه في بوليستير وهذا النوع هذا لم ننصحوا به الناس نهائيا أنه لا يأخذوه وللأسف كان بعض الأخوان الذين يذهب إلى بلد آخر مثلا واحد سيد يذهب إلى فرنسا وشراه من تم كهدية ونصحنا أنه لا يأخذوه خياطة مزيانة بلد لماذا؟ لأن التوب ليس جودة عالية بالنسبة للناس الذين لا لديهم البدج أن يشريوا هذا التوب الذي مزيان كان نصحهم أن يأخذوه الجاهز يجلال واجدين خياطين بلد توب ممتاز للقطن أو الصف ويكون بثمان مناسب على قد الميزانية يعني عوض أني نشري توب مثلا بوليستير 100 درهم و 150 درهم ونخيطه بـ 500 درهم وفتح عليها جلابة بـ 700 درهم يمكن أن نشري جلابة جاهزة بـ 500 درهم أو بـ 600 درهم أو بـ 700 درهم وتكون توب مزيان ومخيط بلد وعلى قياسي بالضبط السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا أه هذا هو أهم المعلومات التي أريد أن نصل لكم ونتمنى أن نصل لكم لكن لديكم أي تساؤل حول هذا الموضوع أو موضوع آخر ويريد أن تكلمون عليها فأخليوها لنا في الكمنتر أو توصلوا معنا عبر الواتساب أو أخليو لنا المساجات في ستوريات وإن شاء الله سنجاوبكم عليهم ونقوم بعمل فيديو آخرين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته